هو فين اهلك يا شيخة؟ هم مجوزوك ورموك ونسوك ولا ايه؟ هو فيه ايه؟ فيه ايه يا محمد؟ ما انك متضايق كده ليه؟ وما لهم اهلي بيا يعني دلوقتي وانا مش متجوزة يا راجل؟ ايوه طبعا راجل وسيد الرجالة كمان غصبا عنك وغصبا عن عائلتك كلها بس انا ايوه شفتش انا حدي من اهلك جالك وشايل ومحمل ولا اي حاجة انه حدي جالك بيجيلك اخوك الزغير يبضل قاعد معنا طول اليوم يطفح ويأكل ويغور في ستين دهية يمشي بالله وانت سيادك عايز ايه من اهلي يعني هو ايه اللي شايل ومحمل عايزي يجيبولك ايه يعني ان شاء الله؟ اللي عرفوا من اصحابي اما يبتبقى الوحدة اهلها مرتاحين مجديا وميوصرين الحال معاهم بيفتكروا بنتهم يعني شوية تلاقي داخلين عليهم في حتتين فرخة شايلين دو داخلين عليهم باثنين تلاتة كيلو لحمة وانت اهلك ما شفتش منهم اللضة اه ده على اساس ان انا مش متجوزة راجل ما فرض يصرف علي وعالباه المشكدة يعني ان اهلك يشترولك حاجة ويجيبولك حاجة هو يعني حرام ولا ايه انا الشكل كده اتدبشت في الجوازة ديه ده انا قلت ان المبسوطين وعمان يقولون عندهم وعندهم دول هيجيبهم ويشيروا كل شوية الزاد والزواد لكن بشكل كده خدت بمبة في الجوازة دي ده انت حدتك بقى كنت متجوزني عشان فلوس اهلي فلوس ايه يا شيخ او انا لاقي فلوس ولا لاقي زيفتي منهم دول عالم جربة خاص دول فرلة ودخل عندهم بيتهم يخرج من غير ديه انت هتعيش في الضر ولا ايه خلي بالك بقى من كلامك عشان انت بتتكلم علي اهلك كده حسب حسب يا اخت اهلك اللي داخلينهم محملينك كل شوية شاشئ وشويات الله العزوه انا ما شفت عالب المنظر ده ده زي ما كن يا شيخ اراموك كده وسبوك افتيك رباين من ثلاث شهور ابوك جالك وجايب معاه كسه فيها بورتقان وموز بورتقان وموز ايه يا عم الحاج انت متعرش الراجل لما يزور بنته يعمل ايه ليه يعمل ايه يا اخوي عشان انا مش عارفه ادخل كده يديها خمس تلاف جنيف يديها كده وقولها هتل نفسك فيه مش ده اجايب لي موز وي بورتقان وفرح حنلي او بيه هو داخل في كسه سودة يا شيخ بلاش عارف ده انتو عيلا الهام ريتني سمعت كلامك يامك وكنت اتجوشت واحدة تانية اهملو يا اخوي احنا فيها هو روح اتنالي اتجوز يا اخوي صحيح مفيش حد فيهم بيزورني خالص هو فعلا كده زي ما بيقول ولا ايه ما مسدقوا راموني ولا ايه ولا هو اللي بيسخن عليهم ولا عمل ايه يعني دلوقت استغفر الله العزم يا رب انا بتصل الوقت على امي اقول لها يا ماما خلى بابا يزورني ويجيب لي معافرخ ولحمه هو جاي عشان جوزه ينبسط ولا هيبقى شكل وحش قوي كده انا بطلب الحاجات دي وبعد ما هو اصلا جوزي ربنا ام يصلوا الحال هو كمان ومعافلوه سوما لو بطصلوهم ليه كده اشعرف يا الله العزم اعمل انا زيئت كل شوية فين اهلك فين اهلك فين اهلك ما بيجيبوا الكيش ما بيعمل كيش تب اقول لهم ايه اقول لهم يجيجوا لي ويجيبوا لي حاجات وهم جايين يعني ما انا اتكسف اقول كده بصراحه يا ترانا اللي غلط ولا هو ولا صح ولا هم المفوت فعلا يزورون كده ويجيبوا حاجات وهم جايين انا ببقى مكسوفة وهم جايين وقدوم فاضي كده تب انامش اقول لهم يجيبوا حاجة وهم جايين بس عشان يملعنيه وعشان يكيتم ويقعد كلي شوية يتكلمني الكلام الوحش بتاعه ده حد يقول له النبي يا جماعة هو أنا صح ولا غلط ولا اتصل عليهم وقولها وخلاص